حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عصام بن قدامة البجلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخيذه اليمنى رافعا بأصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو حدثنا وكيع حدثنا عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخيذه اليمنى في الصلاة يشير بأصبعه